أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على دعم مسيرة التعليم وكل ما يعزز من دورها في إعداد الكوادر الوطنية للمساهمة بفاعلية في مسيرة العمل الوطني ولفت سموه إلى أهمية مواصلة دعم قطاع التعليم وتعزيز قدرته على توفير بيئة تعليمية تدعم الإبداع والابتكار وتنمية الدور التكاملي لمؤسسات التعليم الحكومي والخاص في إثراء مسيرة التعليم جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر الإقضابية بحضور سموه الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وسعدة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير الشؤون مجلس الوزراء الدكتور سايمون واتسون المدير العام لمدرسة ساند كريستوفرز حيث اطلع سموه من خلال المدير العام لمدرسة ساند كريستوفر على خطط المدرسة وبرامجها التطويرية ماري بن سموه في هذا الصدد عن شكره وتقديره للمدرسة وإدارتها والهيئة التدريسية على دورها التعليمي الفاعل عبر تاريخها الممتد بمملكة البحرين من جانبه أعرب المدير العام لمدرسة ساند كريستوفر عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله لما يوليه سموه من حرص واهتمام على دعم وتطوير المنظومة التعليمية في مملكة البحرين اشتركوا في القناة